وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 504 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 211 طن وفي مجالي عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط 280 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط 13 طن وفي مجالي قضايا المخابز تمضبط 483 قضية من بينها 200 قضية خبز ناقص الوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت 617 طن ترجمة نانسي قنقر